السلام عليكم واني زنوبية مغداد ارحب بكم قناتي زنوبية شنال وحبتي اليوم اعرفكم على مشترياتي بالفترة الاخيرة فتابقوا اياي الفيديو حتى تتعرفون عليها انا مثل ما عودتكم انو الاسعار واماكن الشراء رح تقوف صندوق الوصف وخلي نبدأ سريعا حتى لا يكون الفيديو طويل الاول هذي المشتريات الي اخذتها هي هذي اصباغ الاضافر من منيسو لانو اكيد انصدمتوا من لون الصبغ الاضافر الي انخليتها فهذه اصباغ الاضافر من منيسو هاي يصير من النوع الي يطلع بدون اسيتون كلش عملية وحلوة والالوان حلوة وبيها هوايه الوان وسعرها رخيص فهاذي اول شغلة عندي هذي هميان اخذت هذي اللي تكون سفنجات الكونسيلر الي نتمج بيها الكونسيلر بس هاي شوية قوية لسفنجات ما حبيتها يعني على كل حال يسعرها رخيص مغالي اخذت هذا بديل زيت لوريال الفيف بالميكرو كيراتين وزيت الحبة السودة للشعر المجاعد والمتشابك انا هذا اخذت الوالتي فما استعمت الي حد الان ان شاء الله راح استعمله وسوي لكم عنا ريفيو حتى اذا حبيتو ان انتو تجربونا فتكون عندكم فكرة اخذت هذا اللي يصير شاور جيل اسمه اون هذا بالمارين سفا هذا كلش حلو انا هذا جربته وعجبني اول شي سعره كلش رخيص كميته شبيرة وبعدين هو يناعم الجلد الجلد يسوي كلش ناعم وريحته طيبة بس الريحة ما تبقى يعني فترة طويلة بس هو يناعم الجلد فاذا حبيتو انو انتو تجربين يعني شاور جيل اختي هذا كلش حلو اخذت هذه لمثبتات المكياج اجربها لانو انا حبيت اسوي لكم ريفيو على مثبتات المكياج فهذه اخذتها انا هذا نزلت عنا بوست بالفيس وجربته بس هذا لحد الان يعني ما هلقت جربته ان شاء الله راح اسوي لكم عنا ريفيو قريب جدا لانو هوايا طلب مني عن مثبتات المكياج وراح اعلمكم طريقة تسوون بها مثبت مكياج اذا ما حبيت انو انت تشترين مثبت مكياج وخصوصا انو مثبتات المكياج غالية فراح اعلمكم طرق تسوون بها مثبت مكياج اخذت هميا من منيسو هذا اللي هو ماء ورد هذا من منيسو هذا هذا ماء الورد كلش حلو واقدر اعتبره بديل زيت عفوا مو بديل زيت بديل ماء الورد عن ماريو باديسكو هذا اول شي سعره رخيص ارخص من ماريو باديسكو ثاني شي هو بيتر طيب حلو انا راح سوي لكم ريفيو عنا كامل لانو احب انو اني اجربه بعد ونحكي عن المكونات ونسوي مقارنة بينه وبين ماريو باديسكو حتى تتقررين اذا عجبش انو انت تاخذين من عندك اخذت هذا عواد القطن واني هذي عواد القطن استخدمها لتنظيف او ازالة بقايا المكياج من العين او من الحواجب او حتى من الرموش فهذه ضروري انو تكون موجودة عندك اعواد القطن حتى تنظفين بها بقايا المكياج لانه مرات القطن يعني هذا ما لازالة المكياج. انا هميا هذا اخذت منه. هذا انا استعمل لازالة المكياج مرات ما ينظف بعمق او بيدخل بالزوايا. فدائما انا انظف المكياج العين بعواد القطن. يعني ضروري انه يكون عندك. اخذت هميا هذا بالنسبة للمكياج اخذت هذا الكحل من ميبيلين. هذا الكحل اسمه كلوز الكجال من ميبيلين اني انطلب اني ريفيو عن اقلام الكحل فراح سوي لكم ريفيو ان شاء الله قريب جدا. فاخذت حتى اجربة. واخذت من فلورمار هذا اللي هو يكون ايشادو بس يكون جل ايشادو يكون بلمعة كريستال او غليتر ما عارش يسمونه. طبعا كلش حلو عجبني هو بيه درجتيان رح اراويكم. هاذا تلاحظون هو ما بيه لون يعني واضح. بيه اكثر شي الكريستال اصور هسا واضح صار. كريستال او شمر ما عارفش يسمونه يعني. المهم هذا اني جربته في البيت بعد ما جربته يعني طلعت بيه. بس كلش حلوة بيه درجتيان هاي الدرجة ودرجة ثانية لانه فلورمار نزلت منتجات جديدة فحبيت انه انا اجرب منعدهم هذا. اخذت هميا هذه فرشة المكياج بس هذي فرشة مو زيانة. هذي. انا حبيت اراويكم اياها لانه تهرش شعر مالتها. فهذه اذا شفتم هنها تشترون. اخيرا انا كنت حابة اخذ واقشة مثل البشرة الدهنية. واني متعودة على هذا اسس. فسألت الصيدلاني قل لي انه ابو لثلاثين اكو منه اسس يصير للبشرة الدهنية ابو لثلاثين. بس لأسف هذا ابو لثلاثين حد شهر الخامس وبعديا ما نقدر نستخدمه. لازم نستخدم ابو الخمسين. فماكو ابو الخمسين. بس هذا. هذا مو للبشرة الدهنية. اه فاني ان شاء الله راح اجيب للبشرة الدهنية واق الشمس. اشوف النوعيات الزيانة الموجودة بالاسواق. واطلع اسويلكم عنها ربيو لانه هواي هواي بنات تسألوني عن واق الشمس للبشرة الدهنية. اه فحبيت انه اني يعني اه اطلع هيتش يعني اقول معلومة سريعة. ان شاء الله تستفادون من عندها. اه هذا اليوم مشترياتي لهذه الفترة. اتمنى انه يكون الفيديو عجبكم واستمتعتو بي. اه اخيرا اقول اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات. اذا اعجبكم الفيديو اعملوا لايك. تابعوني على موقع التواصل الظاهرة على الشاشة. تحياتي لكم وشكرا.